أن جزء من الناس فعلاً لا يعرف لا يعرف نفسه طيب كيف أكمل ذاتي أنا كيف أكمل هذه النفس هذه أعرفها هذه أعرفها هذه حاول قدر المستطاع أن تخليها صغيرة يا جماع لأنك لو تأملت في كثير من الناس اللي شخصياتهم ضعيفة ستجدها المنطقة عندهم كبيرة جداً ليش؟ لأن الإنسان اللي عندك كثير أشياء يخفيها لا يعيش بتلقائية ويتحسس من الناس لأن الناس تسأل وعنده أشياء كثير يخفيها ولأنه يرتدي الكثير من الأقنعة ينغمت ولا ما ينغمت ينغمت ولأنه ينغمت ما يبغى يجلس مع الناس عشان ما يلبس هذه الأقنعة فيضطر أنه ينعزل على الناس عشان يطلع بدون أقنعة وبالتالي ينعزلون وصبحون شخصيات ضعيفة لأنهم عندهم مشكلة في عملية الغموض بعض الناس يا كرام يطلع ولده ابتعاث وانت عمه ما تدري عنه بنتهم إلى يوم الملكة ما يتكلمون إلا يوم الملكة يعلمونك يعلمونك والله ما تيسرت والله يعني ما نسينا والله ما ندريه بذلك حياتهم غموض بعض النساء لو لله ثم الكرشة ما علمت أنها حامل يعني لو ما فيك كرشة وممكن تجيبك تنزلها تجيب لك بولد تجيب ولد من وين جبتيك نزلته من التطبيق شو من نزلته ما شفناها ولا علمت ولا تتكلم أنا لا أدعو أن نحن نكون واضحين مرة بس أن يقال الشيء المعقول للناس المعقول عندنا تقدير الذات وعندنا الثقة بالذات للتفريق بينهما للتفريق بينهما ببساطة تقدير الذات متعلق بالأراء تقدير الذات متعلق بالأراء رأيي تجاه نفسي ورأيي الآخرين تجاهي أبشر والثقة متعلقة بالأداء بس متعلقة بالأداء تقدير الذات بالأراء والثقة بالأداء بمعنى إذا أنا طلعت في جزئية أنا قادر عليها أدائي فيها ممتاز وتوترت المشكلة عندي وين ليس الثقة لاحظ أنا في الأداء مثلا محاضرة محاضرة دائما ألقيها من حيث الأداء أشفيها واثق لم يبواثق واثق من حيث الأداء ولكني شفت الساذ عبيد حاضر أوه فبديت أتوتر هذا التوتر نقص في الثقة ولا في تقدير الذات هذا تقدير الذات لأنني هنا خشيت من رأيه فيني وبالتالي هنا اهتز عندي تقدير الذات كثيرا يا كرام كثيرا ما يأتيني هذا السؤال وتكون إجابة واحدة تكون إجابة واحدة أنا إمام مسجد أنا إمام مسجد ولي خمس سنين أصلي بالناس ولي ست سنين أصلي بالناس لي عشرة أشهر أصلي بالناس ما أشعر فيها بالتوتر ولا عندي أي إشكالية لكن يقول من شهر ومن شهرين بديت أخاف بديت أرتبك بديت أزمل تتوقع عين تتوقع ما هي المشكلة يقول لي أسأل السؤال نفسه وتكون الإجابة غالبا نفسها أسألها أقول صلى معكم في الحي صار يصلي معكم طالب علم ولا دكتور ولا قاضي ولا غالبا يقول نعم ثم يقول كيف عرفت بسيطة لأنك تقف أمام الله عز وجل وتقول الله أكبر وتستقبل الناس تتفكر فيه أنت لا تفكر في من أمامك أنت تفكر في من خلفك وطالما أنك تفكر في من خلفك فعندك مشكلة في أنك وضعت له قدرا فاهتزت نفسك في تلك اللحظة يجمع من الناس من يختار من الآيات ما يتناسب مع الحضور مع الحضور واحد يقول عندي آيات أخليها للأجنبي الحقي الحارة لهم آيات وإذا شاف أجنبي واحد جديد على الحارة يجيب له آية هي والله جماعة هذه مشكلة في في تقدير الذات في تقدير الذات التفضل السالي آسف قاطعتك نعم العكس يا قلبي العكس نعم تقدير الذات متعلق بالأراء رأيي أنا في ذاتي ورأيي الآخرين فيني تحتز أو ترتفع تقدير الذات الثقة بالذات متعلقة بالأداء هل أستطيع أن أؤدي أو لا أستطيع أن أؤدي هذا العمل هذا رقم اثنين إذن جزء من الشخصية القوية تقدير ذات وفي شيء اسمه ثقة بالذات في شيء اسمه يا كرام توكيد الذات وهذا اللي احنا بنشتغل عليه كثير توكيد الذات التوكيد يا كرام هو أزمة الناس خاصة تقول وتؤكد على مطالبك باختصار هي أن تقول وتفعل ما تشعر به بس أن تقول وتفعل ما تشعر به أن تقول وتفعل ما تشعر به طفشان تكلم مو عاجب كل وضع اعترض حر قل يا أخي مكيف ترى مو عين مو عين رحت البوفيه مو بكويس امسكهم على جم ترى البوفيه مو بكويس المدرب خبص تعال كلم المدرب لو سمحت احنا جايين عشان موضوع الشخصية القوية قمت تسولف لنا عن روحاتك و جياتك لا كثير من الناس عنده قدرة على الاعتراض والاحتجاج في الخفاء في الخفاء انا جربت احنا مدربين مثلا متدربين نجي عند مدرب نقعد في الكافي حسبي الله عليه والله العظيم مفروض انه كذا والمفروض طيب راح قل له لا 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 اصلا لو فاهمه يعرفه من نفسه ما احد يعلم الغيب يا جماعة المدير ما اروحه صارحة يضايقني ولا صارحة هذا ضعف في توكيد الذات عندي مشاعر ودي اقولها مشاعر حب ولا اقدر اقولها ضعف في تقدير الذات عدم المطالبة بالحقوق ضعف في تقدير ضعف في تقدير الذات لذلك وزارة التجارة سوت حملة اسمها حماية مستهلك الناس ما تعرف حقوقها وبالتالي كيف احنا نزرع في انفسنا القدرة على ابداء الاراء التعبير عنها وايضا نعلم ابنائنا كيف يفعلون ذلك سيكون محور كبير جدا في دورتنا باذن الله تعالى تفضل خالد احسنت الاضعف من ذلك احسنت شيخنا الاضعف من ذلك ان يخبرك انه مبسوط وهو لا والله يعني في خاطر الشيء بس انه يتظاهر بعكس هذا الشيء هذا يسمى الضعف في توكيد الذات خلونا اخذ ثلاثة اسئلة واحد تقدير الذات يسأل بسؤال هل هل لي قيمه انسان دائما يسأل نفسه هل لي قيمه ولا لا هل لي قيمه ولا لا هذا افترف في كل لحظة لما تدخل مجلس انت واحد قدامك اللي قدامك قاموا وسلموا عليه وانت جلس كثير منهم ما قام يسلم عليك ضيقة الصدر تشعر فيها هو اختلال في في شعورك بال لتقدير الذات لما يسلمون تجي انت ثلاثة اربعة من طلاب مثلا تروح تسلمون على مدرس من زمان درسكم فيقول هلا والله عبدالله هلا والله خالد هلا والله عبدالعزيز هلا والله بوسليمان هلا والله والله اني اذكرك بس يعني هنا خلل يجيك انت خلل في في تقدير اه لو كان لي قدر ما نساني ما نساني فهنا يسأل انسان هل لي قيمه او لا شفتوا لما يقولون لك والله ما احنا صابين الشاه لين تجي الله يشعرك بماذا بتقدير بانك لك قيمة تقدير ذات غير لما تدخل عند ناس تضر متعشين وقاضين ارجع وينك تصيف فتشعر ما في تقدير للذات في تلك اللحظة ما تشعر بي هو اهتزاز وان كان حين يكون مرتفع عند الحساسين حين يكون بسيط جدا عند الناس اللي عندهم اتزام في شخصياتهم ترجمة نانسي قنقر